الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الحمد لله اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد من أدعية الصباح والمساء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم من يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم السرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعود بعظمتك أن أغتال من تحتي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هؤلاء الكلمات وهم ما يدل على فضلها والعافية هي السلامة من الأسقام والبلايا وسؤال العافية من أجمع الأدعية لأنها تعني السلامة من كل الآفات الدينية والدنيوية ومعنى العافية من آفات الدنيا عدم الابتلاء بها والصبر عليها إذا وقعت ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه إلى سؤال الله العافية في قوله يا عم يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة وأسألك العافية في ديني بدوام الترقي في كمالاته والسلامة من النقاص الذي يهوي بالعبد والعفو هو محو الذنوب فما كان وسيلة الترقي فيسره لي وأزل عن طريقي عراقيلة وما كان من سبيله النقص والحرمان فسلمني منه وما كان من ذنب اقترفته فاغفره لي وتأمل الجمع بين الدين والدنيا في طلب العفو والعافية في قوله أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي فهو صباح مساء يطلب السلامة لدينه بالبعد عن المعصية وأهلها وعن مواطن الفتن ومواقع الشبه ويطلب السلامة لدنياه من النكبات والمعيشة المنغصة والاضطرابات النفسية ومن أنواع البلاء في النفس والأهل والمال والولد وإذا سلم له دينه ودنياه أحياه الله في الدنيا حياة طيبة سالمة من المنغصات وأجزل له المثوبة والعطاء في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقوله وأهلي ومالي أي بألا يرى فيهما ما يسوءه وقوله استر عوراتي العورات منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي فالعبد يسأل ربه أن يستر عليه عوراته فلا يفضح في الدنيا ولا في الآخرة ولا ينزله منازل الخزي والفضح فيهما وإنما يستر عليه عيوبة ويغفر له ذنوبة ويسدل عليه سترة ويجعله في كنفه وحفظه قوله وآمن روعاتي أي فزعاتي التي تخيفني أي رفع عني كل خوف وعوراتي وروعاتي بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتهما وقوله اللهم احفظني من بين يدي إلى آخره أي ادفع عني البلاء من جهاتي الست لأن كل بلاء يصل للإنسان إنما يصل من إحدى هذه الجهات وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحدي بالغ في جهة السفل لرداءة الآفة والاغتيال أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد وقال وكيع يعني الخسف أخي الكريم دعاء يجعل الله عز وجل لك به حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة ما أجمل أن تلتزمه وأن تحرص عليه فكن من الذاكرين لله عز وجل في الصباح والمساء بهذا الذكر العظيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب